بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم الأحد بنخليه لتفقد البيوت عشان نشوف حالة البيت ايه من خلال هرم التوافق والسعادة بنبحث ايه أخبار البيوت في التوافق اللي بيوصلنا للرضا عشان نوصل للسعادة وسعاد بنلاحظ شوية حاجات فبعض الأحالات اللي بتجينا في مركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتاءة المصرية بنلاحظ وجود مشكلة من بين الزوجين وأنهم بيخلوا حياتهم الزوجية ماشية وفق نظام بس هو مش نظام وفق سيستم يعني ايه سيستم هم عايشين في البيت كأنهم آلات فبتكون حياتهم حياة آلية مش حياة طبيعية حياة كده تحس ان انت بتتعامل مع آلات بيدخل يحط الحاجة فكان هيعمل كده فهم طول الوقت بتحس ان انت بتتعامل مع آلات مين اللي بيحس؟ الزوجين؟ مش احنا اللي بنحس لغاية من واحد من الاتنين يبتدي يقول ايه؟ جاي يبتدي يسرخ ان هو حاسس ان هو مش عايش بيزهر ايه ده وقع لما ييجي الزوج ويشتكي بايه؟ يشتكي من ان الزوجة بتفسد كل اللي بيحلم بيه للأسرة من استقرار وتقدم هو حاطة سيستم وحاطة نظام والزوجة بتيجي تنعكش كل حاجة فهو عنده مشروع كامل للأسرة بيعمل ايه؟ يبتدي من الاستقرار والمودة والرحمة وعنده سكريبت طب زوجتك زوجتك فين؟ يقولي زوجتي موجودة جوة لسكريبت يعني زوجتي مالها؟ زوجتي ديها دور في السيناريو اللي انا عايزه اللي انا عامله ده فهو عنده نظام ويجي يقول النظام ده نظام دقيق وكل حاجة لها معيار دقيق في التعامل معاه مفيش حاجة في المنسي كله مفيش حاجة متسابة خارج كل حاجة معمول حسابة فكل حاجة لها حساب حتى الاشياء البسيطة حتى الاشياء اللي ممكن نختلف عليها انا عمل لها ترتيب ونظام حتى الاشياء اللي ممكن الراجل يختلف فيها مع زوجته انا عمل لها برضو نظام وترتيب فانا عامل النظام لكل حاجة فالزوجة بتشتكي من النظام ده والسيستم ده وهي شايفة ان الانسان ما بيتحطش جوه سيستم الانسان انسان وهيفضل الانسان ليه مشاعر وليه حسيسه والناس بتتفاعل مع بعض وما ينفعش يتحط في النظام يفقده انسانيته وروعة الحياة وروعة الحركة والتفاعل والعواطف والمشاعر وعشان كده لما بصينا على البيت ده بصينا على البيت ده واحنا عايزين نقول ان الزوج اللي شايف ان انسان ما ينفعش يعيش من غير نظام وانه من غير نظام ده ما تبقاش فيه حياة ودي في الحقيقة سبب انهم عاشوا لفترة فيه اللي حاصل ساعات في سقاة ممكن يكون سبب ده انهم عاشوا في ثقافة مختلفة وكان طبق الثقافة دي ان الثقافة دي جنجفة او هو قد يكون السبب ان هو نشأ في اسرة ما بتعرفش غير كده وتربى على ان كل حاجة ببساطة خالص كل حاجة ما ينفعش ان احنا نغلط وكل حاجة بتتعامل فيها في الثقافة اللي ممكن يكون عاشها او في البيت لازم يكون فيها مصلحة ومنفعة فبنفقد كتير من احاسسنا وقيامنا وافكارنا في الثقافة دي وبنفقد كتير من مشاعرنا في طريقة التنشئة دي لدرجة ان احنا في الثقافة بعض الثقافات اللي بينشأ فيها الناس دي في بعض الدول بيحس الانسان ان هو الجنس الابيض الافضل وفي بعض البيوت بيحس ان هو ايه الشخص اللي ما فيهوش غلطة فاحنا من حقنا ان احنا نحط السست ونحط طريقة التشغيل طب ورسول الله قال ايه الناس كأسنان المشط الناس سواسية فاحنا بنحط هما بقى سواء في الاسرة دي او في الثقافة دي فهم بيحطوا النظام لان هما الازكياء عشان ينفذوا غيرهم اللي هما في الغالب ممكن يبقى سزك او اغبياء فبيبقى المشكلة ان بيتعامل مع حد هو الازكى وهو لابد ان هو يعترف ان هو الاغبة فالجواز ظهرت ان حد يتجوز سيستم بتبقى فيه مشكلة المشكلة ممكن يكون لها ابعاد متعددة اولها ان فيه سمات شخصية لكل طرف فالزوج منظم وبيحب الكمال فبيحب ان كل حاجة يبقى ليها نظام وقواعد وتكون محسوبة انا بتكلم دلوقتي فيه ناس كتير قالوا ايوة احنا احنا البيت ده انا زوجي كده او انا زوجتي كده وهو الشخص اللي بتقنشق بالطريقة دي بيشوف ان مفيش غلط في حد ذاته لكن ما يبقاش ميمين لدرجة ان هو يطغى على الجوانب الانسانية هو ما ينفعش يبقى مفيش غلطة فهو مش عايز يبقى فيه غلطة خالص حتى لو قدى ده لان ايه ان يكسر خطر حد ان هو يضايق حد وعشان كده ما ينفعش يبقى النظام والسيستم غاية النظام على فكرة وسيلة فقط اشتركوا في القناة